دلوقتي معد موجز لهم الأخبار معالمية شكرا لك شازلي أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليونانية كرياكوس منتسو تاكيس وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول بحث سبول تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب لسيما في مجالات الاتثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي فضلا عن مواصلة التشاور السياسي المكثفي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 25 ألف قتيل وحوالي 80 ألف جريح في حصيلة مرشحة للارتفاع في تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 20 ألف و600 ألف قتيل بينما ارتفع عدد ضحايا في سوريا إلى أكثر من 4000 قتيل وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و300 ألف شخص هذا وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الناجين والمفقودين تحت الأنقاذ حذرت السلطات الأوكرانية من تهديد محتمل بشن هجوم بطائرات مسيرة في العاصمة كييف وحثت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية السكان على البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء إنذار الغارات الجوية وانطلقت صفرات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق عدة داخل أوكرانيا في ظل تصعيد روسيا لهجماتها على البلاد أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية أسقطت جسما طائرا حلق مرتفعا فوق ولاية ألاسكا وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الجسم المجهول سقط بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية طلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم وأوضح كيربي أن الجسم المجهول بحجم سيارة صغيرة متوقعا استعادته بعد هبوطه في المياه الإقليمية الأمريكية أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية الدور الذي يطلع به القضاء في هذه المرحلة الضقيقة التي تعيشها تونس وخلال لقائه وزيرة العدل شدد الرئيس التونسي على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساوى مجددا التأكيد على أن الشعب التونسي يريد ما وصفها بالمحاسبة واعتبرها واجبا مقدسا يقتضي أن تتم الاستجابة له في أسرع وقت رياضيا خسر الزمالك من ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دور أبطال إفريقيا بهذه النتيجة يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة التي يتصدرها شباب بلوزداد وذلك قبل لقاء التراجي التونسي وضيفه المريخ السوداني اليوم مشاهدين انتهى موجزة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة